ترأست مساء أمس سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نو انطلاقة أعمال المؤتمر الدولي السادس للنساء المسيحيات في إفريقيا والذي نظمته حركة سارة بالتعاون مع تجمع الكنائس في شاد بمشاركة أكثر من عشر دول إفريقية ويستمر المؤتمر لسبعة أيام الحبيب حامد محمد والتفاصيل في جو تداخلت فيه البهجة الدينية والأفريقية وخمرته ورفع تحديات الأمن والسلام واستقرالية المرأة في أفريقيا ترأست سيدة البلاد الأولى هند ديبيت نو مساء هذا اليوم أعمال افتتاح المؤتمر الدولي السادس للمرأة والنساء المسيحيات في أفريقيا والذي نظمته حركة سارة بالتعاون مع التجمع الكنائسي في شاد المؤتمر الدولي السادس للنساء المسيحيات في أفريقيا إن عقد لأول مرة في جمهورية ساهل العاج بمدينة بواكي آمي 2005 وإن عقد في دورته الخامسة بمدينة باماكو عصمة جمهورية مالي آمي 2015 حركة سارة هي منظمة مسيحية وأسستها النساء المسيحيات في كل من جمهورية شاد وجمهورية مالي وجمهورية ساهل العاج وجمهورية أفريقيا الغسطة وجمهورية الكاميرون وجمهورية غينيا كونكري وجمهورية البنين وجمهورية السينغال وبرعاية سامية من سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وبحضور ممثلي كل هذه الدول الأفريقية المذكورة بدعت فعليات المؤتمر بكلمة شكر قدمتها رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة ماري وبجال شرحت فيها الهدف من تنظيم هذا المؤتمر الدولي كل سنتين وهو العمل على رفع التحديات التي تواجه المرأة في القارة الأفريقية كالتحديات الأمن والسلام والعمل على النهوض بالمرأة اقتصاديا من خلال استقلالها كما قدمت شكرها العميق لسيدة شاد الأولى هند ديبي إتنو على رعايتها لهذا المؤتمر ووقوفها مع المرأة الأفريقية في كل الميادين وتخلل الحفل عدد من التراتيل والأنشيط الإنجلية والتي تنادي بروح الإخاء والتسامح وتطوير المرأة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لكل المجتمعات في العالم موسيقى 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 كلمات عديدة قدمت في هذه المناسبة منها كلمة ممثلة حركة سارة والتي طلبت من سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بأن تعمل على موافقة طلب حركة سارة وهو بناء مركز تدريب للمرأة في شاد لأنه يساعد على استقلالية المرأة وتطويرها تحت لواء حركة سارة وأكدت بأنها ستعمل من خلال كبار المسؤولين في البلاد بأن كل التوصيات والطلبات المقدمة من قبل النساء المشاركات في المؤتمر الدولي السادس ستأخذ بعين الاعتبار وتعمل أيضا على حث الحكومة والتي هي تعمل دائما على استقلال المرأة في شاد بأن يحقق مشروع بناء مركز التدريب الذي طلبته النساء المنطويات تحت لواء حركة سارة وختمت سيدة البلاد الأولى هندى ديبي إتنو خطبتها بترنيمة روحية طرب لها كل الحاضرين وبهذا افتتحت سيدة البلاد الأولى هندى ديبي إتنو أعمال المؤتمر السادس للنساء المسيحيات مساء هذا اليوم موسيقى وأخيرا أخذت سيدة البلاد الأولى هندى ديبي إتنو صورة تسكارية مع ممثلات الدول الأفريقية المشاركة ولم تنسى قبل خروجها من صالة مؤتمرات الكنيسة الإنجلية رقم أطناشر الكائنة بحي مرسال بأن تأخذ صورا تسكارية أخرى مع كل المشاركين موسيقى